طيب حد بيقول لي احنا عارفين ان السيسي عميل مش عارف ايه هل انت شايف ان اسرائيل ممكن تسمح للمجتمع الدولي بازحته ما هو فيه تحديات كتير لازحته يا جماعة تحدي الاول داخلي اسمه القوات المسلحة المصري التحدي التاني داخلي اسمه من البديل التحدي التالت اقليمي يتعلق بدولة الاحتلال ويتعلق بالامارات ثم السعودية التحدي الرابع في الغرب في اوروبا تحديدا الدول الاوروبية وتحديدا ايطاليا المانيا فرنسا بريطانيا وبس الدول دي الى جانب باقي الدول الاوروبية لكن دول ابرزهم يعني هيسمحوا بالنهيار نظام كان بيقول لهم انا اللي حميكم الهجرة غير الشرعية طيب التحدي الاخير يتعلق او لا تحدي مش اخير بالمجتمع الدولي اللي هو مين اللي هو ثلاثة روسيا الصين الولايات المتحدة الامريكية السيسي بتربطه علاقات قوية بروسيا والراجل مسك العصائم النص معهم بشكل كبير جدا وروسيا ليها استثمارات كبيرة في مصر محطة الضبع بحوالي 30 مليار طيب الصين الراجل واخد منهم ديون مخفية ومديهم اصول وعامل كل حاجة وبالتالي هو مأمن نفسه بشكل كبير جدا حد بقول لي احمد تنطاوي هو البديل ده سؤال كويس جدا وده طرح كويس جدا يا دكتور عرب وده ممتاز هل احمد تنطاوي هو بديل عب فتاح السيسي الحقيقة ده محتاج كلام كتير جدا